طيب النهاردة طبعا تمرينة أخيرة قبل ماتش بكرة ماتش في الجولة السادسة طبعا في بطولة الدوري لعبنا أربع ماتشات كان لدينا مباراة مؤجلة أمام الاتحاد من الجولة الرابعة نعبها بداية الأسبوع اللي جاي إن شاء الله لكن دي مباراة الجولة السادسة قلت لحضراتكم طبعا ملعب فرقة المحلة طبعا قدام الأهلي وخصوصا على ملعبها بيبقى ماتش دايما صعب والحقيقة اللي يزود شوية من صعوبة المباراة بكرة أنت بتكلم على مباراة بين متصدر الجدول ووصيف أو تاني جدول الترتيب الأهلي على ما كامل 12 بونط المحلة 3 فوز 1 تعادل 10 بونط وراء الأهلي على طول في المركز الثاني فالمحلة بكرة بيلعب الحقيقة هيكون جيم صعب جيم صعب وفي نفس الوقت أنت كأهلاوي مستني بكرة عودت بعض الأسماء ومعها عودت نفس مستوى الأداء ما قبل فترة التوقف لأن الحقيقة الشكل والأداء اللي ظهر بيه الأهلي في الماتشين رغم نجاحه وفي الفوز على المقاولين في بطولة الكاس والفوز في المباراة الأخيرة على الطلاع والطلاع برضه من الماتشات دايما اللي تعودين أنها خلاص بقت كده في فرق تعرف أن المباراة دي يعني ماتش صعب لكن في النهاية إن شاء الله بإذن الله مهم جمع أكسب بكرة جدا تحافظ على الصدارة تبعد عن كل فرق اللي بتنفسك وخصوصا أن أغلب المنافسين بيتعثروا يعني فيه تعثرات كده في بداية البطولة فمهم جدا أنك أنت تحافظ على الفوارق دي وتكسب ده هيصدر التوتر والضغط أكتر للفرق اللي بتحاول أنها تطارد النادي الأهلي أو تنفس النادي الأهلي على البطولة النهاردة كالتمرينة الضهر وبعدها على طول اتحرك الفريق لكفر الشيخ تحديدا الساعة 3 عشان ينزل في فندق الإقامة فندق يبعد عن الملعب حوالي نص ساعة وخمسة وثلاثين ديها تقريبا وبإذن الله إن شاء الله يمكن على مدار الحلقة هنعلن حضراتكم قيمة النادي الأهلي اللي اختارها مارسل كولر للصفر لو طلعت طبعا لو لحقناها على مدار حلقة النهاردة يمكن الرجل اشتغل طبعا كالعادة محاضرة فنية في بداية التمرين وبعد كده جزء خاص بالتمرين البدني ظهر فيه اللي يبقى كلهم بشكل جيد اعتقد في بعض الأوراق اللي ممكن يراهن عليها مستر كولر في ماتش بكرة في بعض طبعا الأسماء اللي هتستبعى الطاهر طبعا هيريب فترة مش قليلة هنستنى لأنه في كلام كتير على أصابة طاهر لكن هتستغرق قد إيه عودته لسه لم يتم تحددها بشكل نهائي بعد أيمن أشرف بيرجع بكرا إن شاء الله ويشارك في التمرين علي معلول جاهز إن شاء الله المباراة بكرة من الأسماء المهمة جدا عودتها فبالتالي يعني إن شاء الله الأهلي يستعيد جزء من رونقه اللي افتقدناه على مستوى النتائج خلينا نقول إنه الراجل ماشي كواس جدا 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 وخصوصا إنه الماتشين اللي فات ظروفهم صعبة ماتشين جايين بعد التوقف وأي توقف بيأثر على مستوى أي فرق وخصوصا لما يكون الكيرف بتاعها قبل فترة التوقف في مستوى عيد فالتوقف مع غيابات أسماء مهمة جدا بدأت الموسم بشكل قوي جدا في الماتشين الأخيرين أكيد أسروا كون إنها مباراة مهمة في بطولة كاس ليها صعوبتها مع فريق محترم زي المقولين والطلاع حضراتكم عارفين فرق برضو محترمة وكابتن يوسف عامل شغل معهم كويس قوي قوي بصراحة وبالتالي يحسب للأهل إنه يقدر يحافظ على العلامة الكاملة في مشهوره